اشتركوا في القناة الحسابات كيعري اختلالة المدرسة المحمدية للمهندسين عزل الأساتذة والتقاعد والاعتداء عليهم هو محور ملف شوف تيفي عن تعليم أما المنتخب الوطني فغاد يخوض بعد ساعة لقاء الأمل ذات جنوب أفريقيا لقوا مشاهدنا في تفاصيل حضور رئيس الحكومة المغربي عبد إله بن كيران بدافو السويسريات ميز باعترافو أن حكومته لم تنجز جميعا ما جف برنامجها وأن الأمور كتمشي بصفة عمفتجة إيجابي نتابعوا ورقة من إعداد زميل معدشارة عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة كيتعرف بعدم إنجاز حكومته لكل أهداف اللي سترات في البرنامج الانتخابي بن كيران وحزب العدل والتنمية اللي كيحملوا جزء من المسؤولية في عدم تحققهم سنة الحكومة الأولى لكل أهدافها للتمسيح والعفالة وجيوب المقاومة غير خطابه خلال مؤتمر دافوس المنعقد حالي بسويسرا واللي كيمتل فيه بن كيران المغرب بحيث تحدث على صعوبات أخرى تبدو أكثر منطقية وعد بن كيران لأن حكومته غد يتحاول تجاوزة فيما تبقى من ولاية الحكومية كاتب دولة الشؤون الخارجية بالرأس الأخضر خوسي لويس روشا كي أكد في دعم بلاده للمبادرة الحكمة الذاتية في الأقاليم الجنوبية للمملكة وقد أجرى في هد سياق وزير الخارجية المغربي سعدين العثماني مباحثت مع خوسي لويس لتقييم التعاون التنائي بين البلدين في المجال التقني والقطاع الخاص الاقتصادي ما بين الطرفين متابعتنا اليوم لمجابيه المجلس الأعلى للحسابات غادين توقفوا على متابعة الإختلالات اللي عرفتها المدرسة المحمدية للمهندسين فورقة من إنجاز زميل معد شارة وضع تقرار المجلس الأعلى للحسابات الأصبع دياله على مجموعة من نقاط الإختلال داخل المدرسة المحمدية للمهندسين واللي كتتابر من أبرز المدرسة العلية في المغرب تقرار تحدثها على صرف المدرسة المبلغ كيفو 300 مليون سنتيم في غياء برنامج استعمال مؤشر عليه وموضحات الإدارة المعاية لتقييم تكلفة صيانة المباني تقرار أضاف كذلك لأن المدرسة المحمدية المهندسين كتوفرة لتمنيد المساكن كتستغل السمنهم من طرف أشخاص متقاعدين عن العمل وآخرون معينون بمؤسسة خارج المدرسة وأن جميع هذه المساكن كتستفد من الموضوع على حساب المدرسة وبدون وجه حق تكلمت عدة صفحات على موقع الفيسبوك على وفاة أحد الطلاب المنسوبين التيار القاعدي بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة الظهر المهرز بفاس لحظة قليلة بعد دخوله في وضعية صحية حرجة لقسم الإنعاش بمركز الاستشفاء الجامعي الحسن الثاني بعد الإصابة ديلة بجروح خاطيرة على مستوى الرأس عقب اقتحام قوات الشرطة للحي الجامعي وشهد هذا الأخير حالة غلايا كبيرة بعد شيوع خبر وفاة الطالب المنتمي لصفوف الاتحاد الوطني لطلبات المغرب بفاس وزارة التربية الوطنية وصلت أخيرا الاتفاق مع مديري ومديرات المؤسسة التعليمية وهذا خلال الاجتماع اللي جمع الأخيرين بمحمد الوافا بمقر الوزارة هدلك حلة معها تفاصيل هذا اللقاء وزير التربية الوطنية محمد الوافا استقبل بمقر الوزارة ممثلين عن الجمعية الوطنية المديرات ومديري التعليم الابتدائي والتناوي وحتى طاقة مسؤولين ساميين بالوزارة هذا الاجتماع تم توصل فيه الاتفاق ما بين مديري المؤسسات التعليمية ووزارة الوافا وفضل نتائج مشجعة من شأنها تحط نهاية لتجادب القوي لميز العلاقة بين فئة المديرين والوزارة اللي وصلوا لدرجة تمرد على القيام بالواجب هذا اللقاء اللي تم خلاله إصدار بيان عن الجمعيتين الحاضرتين تم تأكد فيه لأنه تم توصل اتفاقات كثيرة من بينها أن اللجنة المختصة غدا تعقد اجتماع ابتداء من 5 فبراير المقبل الاجتماع اللي جمع الوافا برئيسي الجمعيتين تم تطلق من خلاله الاعتداءات لطالة رجال التعليم واللي تكلف بها الوزير شخصيا خلال هذا اللقاء جدد الوافا التزام الوزارة بكل مدامين بلغها اللي كانت صدر في 23 نوفمبر 2012 بما فيه الالتحاق بالزوجات والأزواج وكنتمنوا أن هذا الهدراء ما تبقاش حبر على ورق واتطبق على أرض الواقع على ما تشوف تيفي أن وزارة التربية الوطنية قامت هاد الأسبوع بتوقيف أستاذ التعليم الأممي بن دين تمارا عن العمل جلها بعد ما قدمت شاهدة طبية للمؤسسة اللي كتتغل بها باش تمشي تقدم دروسة في إحدى المؤسسات الخصوصية بداة لندينة ومباشرة بعد ما وصلت هاد الأخبار لوزارة الوفا رسلات الوزارة أحد المفتشين للمؤسسة الخاصة وحصلات الأستاذة وهي كتلقي دروسها في أحد أقصام المؤسسة الخاصة قبل ما تصدر قرار بتوقيف الأساتدة وبعتها تستفسر للمدرسة الخصوصية قبل اتخاذ تدابير نازمة في حقها وهذه الحالة الثانية في مدة ديال شهر بن دين تمارا اللي كتتضبط فيها وزارة التعليم أستاذ التعليم العمومي كي يشتغل في مدرسة خاصة والقرار في هاد الحالتين كان هم توقيف المعنيين بالأمر في الشأن التعليمي دائما مصادر شوف تيفي كتتكلم على قرب وزارة التربية الوطنية على تعديل القانون اللي كيتعلق بما يترتب عن عزل الأستاذة اللي كيتغيبوا بلا مبرر عن العمل واللي يستفدوا منه نسبة ديالجوج 5.5% من الأجرات ديالهم عن سنوات العمل في وقت تستفد فيه كل من تقدم طلب تقاعد نسبي لسبب صحي أو لآخر من النسبة ديالجوج في المياه فقط شيء اللي كي يخلي بعض الأستاذة كيفضلوا أنهم يتغيبوا عن العمل وميعمروا شطلب تقاعد نسبي باش يستفدوا من نسبة أكبر من الراتب ميدلت مازال سكان قرية تيتورمس وأعضاء جمعية القلوب الرحمة موسطين لأعتصام ديالهم بالطريق اللي كتربط بين ميدلت وميسور بجانب الشاحنة المحملة بالمساعدات الإنسانية لسكان القرية المذكورة مصدر شوف تيفي خبرنا بالحالة اللي كيعيشها المعتصمون على إطر منع إفراغ المساعدات لسكان القرية وأكد لنا أنه من الرغم من بوردة الجو إلا أن السكان وتقريبا عشرين عضو عن جمعية القلوب الرحمة مازالوا مصرين على اعتصامهم بحيث أزراتهم جمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع ميدلت وأعضاء من الشبكة التنموية الإقليم ميدلت وفعالية من المجتمع المدني بالإضافة لمستشارين من الجماعة القروية لأمر السيد الإرهاق والتعب وشدة البرد تسبو في انهيار عسابي إحدى السيدات المعتصمات شيلد فعب رئيس مكتب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تحميل السلطات لما قد يترتب عن قرار منع إفراغ شحنة المساعدات حديقة عين سبع بالدار البيضاء بعد ما كانت وجه العشاق الطبيعة ومتنفس للعائلات البيضوية صبحت اليوم مخربة ومهدمة والناس كتشك منها وما بقيت كتشجع للمتعة بقي التفاصيل مع هودا الكحيلة وعبد الحق خليفة في هذا الروبرتاج من بعد ما كان هذا الفضاء وجه العشاق الطبيعة ومتنفس للساكينة عين سبع وغيرها من سكان مدينة الدار البيضاء صباح الآن فضاء مخرب ومخيف بالنسبة للأطفال ألعاب مكسرة ومهدمة مبقى العائلات البيضوية فين يخرجوا ويفوجوا على حالهم مع ولادهم هاد الفضاء فقد ما كانتوا عند البيضويين ولا اليوم بحالي لكان ساحا المعارك الجدران كتبكي وكتشكي من الإهمال والأزبال الناس هربات منه لأنه في الحقيقة ما كيش جعش على المتعة ولاو تيخافوا على رأسهم وعلى ولادهم لأنه صبح مأوى المتشريدين والسارقين ولاكوش شي خاف اللي خرج مع ولاده ولاكوش شي خاف ستوقف عليه السبس بيع لأشي حاجة ولاكوش يقول لأخوين تتهرب منه وتيقول مثل اللي خاف نجا مجموعة المكتب الشريف للفوسفات وقعت عقد استثنائي مع شركات برايوان البلجيكية الرائدة عالميا لنقل تكنولوجيا الفوسفات الأحادي الأمونيوم وكيتوقع أنه ينطلق العمل بالتكنولوجيا الجديدة في أفوق 2015 في القاعدة الصناعية للمجموعة بلجر في الفوسفر وكيدعم هذا الاتفاق الأهداف المتوخات بلوغها على المدى البعيد في القطاع الاستراتيجية علما أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفات قد تصدر لائحة على مستوى التصدير العالمي للفوسفات كما حققت رقم معاملات بلغة 56.5 مليار ديالدرام في الخبر الرياضي لاعبون أطر وطنية عبروا لشوف تيفي عن رأيهم حول مباراة القوية اللي غد جمع مساء هاد اليوم على الساعة الخامسة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيروا جنوب أفريقيا وهي مباراة غدتكون جد حاسمة بنظر الأهميتها ودورها في تحديد مصير كل منتخب كينتامين المجموعة الأولى شوف تيفي ومن خلال تصريحات لاستقاتها من بعض هاد اللاعبين سواء القدامة أو للي ما زالتين مرسوا كرة القدم تبين أن مباراة هاد النهار كتعرف واحد الاستنفار قوي في صفوفهم واللي على الرغم من صعوبتها بالنسبة لمنتخب الوطني المطالب بالفوز على البلد المنظمة إلا أنهم بنوا متفاعلين بهذا الانتصار اللي غد يخول أبناء التوسي عبور البوابة الرئيسية للدور الأول نستمع إلا تصريحات هاد أطر الوطنية واللاعبين وهما كيتحدثوا عبر الهاتف الشوف تيفي قابلة الفريق المنتخب الوطني ضد منتخب جانب أفريقي ما تكون سهلة تحكم المنتخب جانب الأفريقي بلد المنظم وبسنادة الجماعير رياله يعني غادي تساندوا في هذه المقابلة باش يمكن يدوز الدور تاني بوحد ارتياح وبالنسبة لفريق المنتخب الوطني بعد التعادل في قابلة الأولى والتعادل في قابلة التانية يعني ما عنده شي خيار إلا في قابلة تنتمنى المدرب واللاعبين وللطاقم التقنيديين والفريق المنتخب الوطني يكونوا مساعدين للوقابلة ويعطوهم مرف في القلب ديانهم وإن شاء الله تنتمنى لهم بتنوفيق وانتصى إن شاء الله في هذه المقابلة شبالي أنا شخص يغل تنظن بأنه الخطوط دي المنتخب الوطني المغربي بقى يعني موجودة لأنه بقى مباراة ود رغم أنها تكون قوية ود خسم الفريق المصر صديف وقدم جماعة وكذا ما كيانيش بأنه نحن غدين نستسلموا غدين نرخيوا العينان ديانهم ونقول بأنه وصافين هذا مننا بالأكس لقد سينغطي كتلاف من العاد ويانو كثير من الفرق خلقات المفاجآة نظن بأنه نحن على المستوى التردي فعادنا لعيمة المستوى كل ما كان ينقصناه هو أنه خانتنا لقى البدنية لأنه لشي مباراة الأولى ضد منتخذ أونغولا فمساعة الأولى فكان مدخبات المغازيم سيطر فالمباراة ضد الرأس الأخضر فمساعة الأخيرة بهر المغرب بأنه قوي يعني بدنيا وحتى تاكسيكيا وثيقيا فعالأسف أنه ما حاولناش أنه نوفره ونقتاصده يعني التاقة ديانا خلال تسعين بقى البدنية وهذا راجع اللعابة لأنه ورغم أنه المدرب والموعيد لذلك يوفر لك جميع الظروب فإن تكون بداية كأدلك أنه نقول أنا ربما نعطني 61 دقيقة ونقتاصده 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 نتفرج أو نقتاصده بإمكانه ستجد 200 وعند أن نتحرك هذه أخطاء شخصية بعد اللاعبين العموم فإن نكون متفاعدين ونجندون وراء المنتخب المغربي وراء الناخب الوطني السلام نحن كنضم فلسفة الأخيرة بين سبيل صديق الوطني وكنضم لا خير الفوز لنحك نتجه في حالة تعادل المنتقى وضاء ساخذر بعد يقص الفريق الوطني المغربي من المصابقة نهائيا لكن متبك كنتم بكل صراحة نتائج ضمن نقول مخيب الأمان لكن أعتقد أن تهيئ إن كان يبدو من ديغة سالة يعني من مدة طويلة لكي يمكن نعين مهي الفريق الوطني يكون حاضر إخصائيات وكما قلت سابقا هذا لكان ناخده كاستعدادا وتعيئ الفريق الوطني اللي كان دمين كان زيغت كون في بلادنا ونهيئ فريق في المستوى الكبير من 2015 إن شاء الله ومباراة إلى جنو الفريقية فنزاد الحدود خائمة لكن الأمور فهي صعبة نوعا مع الفريق الوطني ما ريش نقول كنتم لأن عيما ما كانت منها وتشي حاجة ما محصلت حض سعيد للفريق الوطني و لم تمنى من هذه المتميز دي الجماعي من العوضية باش تكون إيجادية في رب السعيد دي لها ما كانت نتيجة دي المباراة من مقابلات مقابلات الوطني إلى جمهور للعيب السعيد لهم لم يقدم المستوى الذي كانوا منهم جمهور المغربي مقابلات الجنو أخرى لأن تكون سهلة نعرفنا كوراة مقابلة في النتجة نعرفنا كوراة مقابلة في النتجة نعرفنا نقولنا المقابلة في النتجة مقابلة في النتجة يعني عدنا فرصة آخرية نفوز على جنوب الثريق وفرق المنظمين نعرف الأمور التي تفعث أخصهم في النتجة وإن شاء الله أن المنشرة يبدل لكوراة المقابلة نعرفنا كل توفيق أكيد كانت من نوه المنتخبنا الوطنية وبالخبر ريادي مشاهدنا كانت وأوراق نشرتنا لكم أطيب تحية من زمناء في قسم الأخبار دومتم في رعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر